اعطيكم العافية في الشغل انا انا زياني لكم رائعة علامات رح اكون معكم بشي رحكي لكم سكيلز وان رح نحكي اليوم عن موضوع البروفيشناليزم لما حكي بروفشناليزم انا شو غزي بي بروفشناليزم هي الاحترافية طب شو غزنا فيها بالظبط او كيف بتكون هاي البروفيشناليزم البروفيشناليزم السلطف فاليوز بهيفيورز and relationships that enterprins the trust public has in the doctor يعني هي قيم وسركيات وعلاقات بيعملها الطبيب أو بتحلى فيها الطبيب بتخلي المجتمع يثق في الأطباء أنا لازم أكون بعرف كيف أستغل هذا البروفيشناليزم كيف أبينها كيف أعملها مشان أبين للناس أن أنا أحدا بروفيشنال أنا طبيب بقوم بشغلي بأكمل وجه A professional person is someone who can do best when he doesn't feel like it يعني البروفيشنال بيرسن هذا الشخص اللي بنقدر نحكي عنه أنه هو بروفيشنال لازم يكون بيقدر يشتغل ويعمل شغله على أكمل وجه بأفضل طريقة حتى لو كان هو مش بأفضل حالاته سواء كان عنده ظروف كان تعبان بس برضو ما حيك بيكون قادر أنه يعمل شغله at the best manager The element of professionalism خلينا نحكي عن عناصر البروفيشناليزم أول شي عنه الـ expertise component in practice knowledge and skills بيكون هذا الطبيب كفأ بخلال ممارسة للأشارة التي تعلمها وخلال ممارسة للسكيلز يلي حكينا عنها بمحاولات الـ communication skills هذا الشخص مع البقيت هيصير عنده استخدام ممتاز لهذه الـ knowledge وممارسة للتعبير standard keep up to date high standards يعني بالstandards أو keep up to date شو غزنا فيها هلا احنا بنحرف أنه الطب اشي عم بتطور مش اشي ثابت انه صارت المعلومات وخلص وكفها تلا أهو كل فترة عم بتطلع أشياء جديدة فأنا كطبيب لازم من دهري أني أكون مواكب هالتطورات يكون عندي علم بقرأ studies بقرأ دراسات بقرأ أبحاث عن الأشياء الجديدة عن مواكب التطوري اللي عم بيصير Respectability Personal appearance and dress manner with other يعني الrespectability اللي هي المظهر اللي عام خلينا نحكي أو الشكل الشخص اللي درستاعه أصلبه في تعامله مع الآخرين كلها أشياء مهمة وجزء لا يتجزأ من حتى يكون شخص professional Responsibility and reliability يعني أن يكون حدا مسؤول حدا قادر يدير أموره Timekeeping and complete work task أن يكون حدا بلسم بمواعيده حدا بقدر الوقت أنه أنا وكتي محدود وقت المرضى يعني بقدر يلتزم بمواعيده وبرضه بيكون بقدر يعمل مهامه وواجباته على أكمل طريقة بأفضل طريقة Property اللي هي Good, honest and upright يعني أنه يكون الشخص زي ما نحكي صادق مع الناس جيد في تعامله معهم تمام Conduct Good and open behavior اللي هي سلوك شخص مع الناس لازم يكون يهلا سلوك ويكون محترم بيحترم الناس Respect اللي هي الاحترام Respect for patient and maintain patient and maintain patient dignity keep the law and maintain patient confidentiality and privacy يعني يكون بيحترم المريض بيحترم خصوصية المريض ما بيفشي أسرار المريض بيحافظ على البرايفيسي بيكون بالتزم بالقوانين The element of professionalism نقسم بهذا الديوغرام Be dependable شو ركزنا ب Be dependable يعني أنه بيكون شخص يعني زي بيوفي بوعود وخلينا نحكي بيكون قادر يعمل المهامات تحته بأكمل طريقة بتحاول أنه يتفادل أخطاء ولو مثلا عمل أخطاء بتعلم منها وبرضو بيكون مسؤول عن هاي الأخطاء اللي عملها Be a time player يعني هو جزء من مجموعة عم بيشتغل مع قروب مش لحاله بدي يكون عم بيحترم زملاء أو بيحترم المرضى المرافقين بدي يكون عنده روح العمل الجماعي Peer respectful بيكون بيحترم زملاء أو بيحترم المرضى كل هاد أشياء بهم وبتفيدو بالكريير تاعته وبرضو بتخليه شخص professional Be positive يكون شخص متفائل شخص مع الزملاء مع نفسه مع مرضى بيكون بيحاول يعطيهم طاقة إيجابية Be ethical يعني يكون أخلاقي بيسلوكه بيتعامله بيكلامه مع الزملاء مع مرضى أو be the best يحاول يصنع أحسن صورة منه يحاول يستغل كل الأمور يقوي شخصيته يشتغل على نفسه لحتى يكون professional area of professionalism أول شي how to approach the patient كيف أنا أبلش الكلام مع الpatient أو كيف الابروش تعنا معه being patient centers محرود أني أكون أعمل الموديل هو patient center اللي حكيانا عنه بمحاضرات communication skills اللي هو patient center model يكون doctor lesson active patient rule patient partner doctor collaborate equality of the life center and adherence to treatment هذا مهم جدا هذا مهم جدا مشان تكون بالprofessionalism أني أكون patient center professionalism in dress and manner يكون عنده التزام بالدرس كود بلبسه مرتب أسلوبه متعامل يكون محترم developing empathy and care for patient يكون عنده تعاطف مع المرضى بيهتم فيهم بدنا نفرق بين مصالحين اللي هو empathy وال sympathy empathy اللي هي زي ما بنعرف التعاطف أني أتعاطف مع المريض أما sympathy هي الشفقة وأنا بالطب مهم جدا أني أبيل المريض empathy مش sympathy أبدا sympathy هي نظرة الشفقة أو أنه أنا هيك حزنان عليك أو هيك أبدا مش صح أنها تكون عندك أطباء إنما هي empathy اللي بحاول أخفف فيها مع المريض وفرجي إن أنا فاهمته وعارف شو هو بشو بمور يعني أنا بسأل المريض إذا هو بحتاج الشابري اللي هو مرافق بشوف المريض إذا هو بحاجة لحال يكون معه خلال بلش فحص بالexamination مثلا بالعادة المرض يكون محا female سواء ما كانت من الكادر الطبي سواء ممرضة أو ممكن تكون أحدا من عائلة المريض نفسه المهم أني أسأل المريض إذا كان بده مرافق معه مرافق 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 يعني أنا برضو لازم أكون مرافق لما أسأل المريض عن أسئلة sensitive أو أشياء شوي مش مريض ما بحب إنه مثلا يسأل عنها مثلا وبرضو لازم أحافظ على إجابات المريض يعني شو ما كان جواب المريض بحكي إنه حيكون الموضوع بسرية ما حدا رح يعرف فمثلا بالنسبة لنا أحيانا مثلا نسأل عن الديانة نسأل عن مثلا إذا بيشرب كحول بيطعاط مخدرات مثلا لما نسأل عن مثلا sexual history هاي كل أشياء sensitive فأنا لازم أكون بعرف كيف أسألها وبسألها بطريقة تبين المريض بطريقة محترمة مشان المريض ما يفكر أي شي غلط Working in team اللي هي team work حكي أنا بشتغل بجروب مع جروب في عنا PLS والALS اللي هم زي أنظمة كبتنظم شغل team worker التيم مع بعض يعني أنا بتتبع القوانين بتتبع الأشياء الأخلاقية الأشياء كلها مشان ما أقع بأي أخطاء Medical ethics أول إشي هاي هي الأخلاقيات الطبية وخلاقيات المهنة كيف أنا ممكن أحافظ عليها أو شو هي أصلا أول إشي اللي هي patient autonomy اللي هي patient choice يعني اللي هي الاستقلالية المريض أنا بعطي المريض شو عندنا خيارات بفهموا هاي الخيارات بشرحوا لياها بنقشها معا وبترك الخيار لإله ما بجبروا على أي خيار منهم هو عنده الاستقلالية بإنه يختار شو الشي بناسبة patient confidentiality protecting patient information and consent informed choice to choose أوكي الـ confidentiality إني أنا أحافظ على المعلومات المريض ما أنشرها ما أفشيها لأي حدا وما أحكيها لأي حدا كان الـ consent اللي هي أنا أخلي المريض يختار من بين هاي الخيارات بعطي الخيارات حكينا بنقشها وبترك له هو الحق إنه يختار من بينهم الـ beneficence اللي هي do good إني أعمل أكتر إشي أحسن إشي بقدر أعطيه للمريض دايما do good لازم دايما إني أعمل أشياء منيح على المريض non-malficence اللي هي non-malficence اللي هي do no harm ما أعمل إشي إلي المريض أنا ما قدرت أفيد المريض بس بنفس الوقت ما لازم أعمل أي إشي إذي أو يخلي حالته أسوأ justice do the best for all اللي هي fairness اللي هي العدالة أنا بعمل كل المرضى داي بعض الإشي اللي بعمل المريض هاد بعمله لكل بنطبق على الجميع ما بفرق بين المرضى إنه لأي سبب كان الforget model هذا الforget model أشياء اللي حتنحق الprofessionalism لازم الشخص يكون عنده هاي الأمور يكون عنده قدرة dealing with self كيف يتعامل مع نفسه عارف حاله شو عنده شو بقدر بعمل dealing with task بيكون بيعمل مهام بأكمل وجه بيقدر يسيطر عليهم dealing with other مع الpatient الكوليغز مع أي حدا وآخر إشي اللي هي dealing with God معربنا سبحانه وتعالى أول إشي هي self-awareness اللي هو recognized on potential and limitation بيكون عارف وعنده واحد بذاته عارف شو قدراته عارف شو بقدر بعمل وشو ما بعمل self-management balance between personal and professional روال يعني أنا بكون قادر أسيطر على شخصيتي بأنني أكون professional برضو أني أكون البرسونالي لتاعتي ما أمحيها بصبيل أني أكون professional excellence and commitment to professional development لازم طول الوقت يحاول يطور لحتى يكون professional يطور قدراته يطور السكيلس تعونه reflective practice هي لازم اللي معناها أنه بتعلم من خبرات وتجاربت بشكل مستمر يعني التعلم من غلط الأشياء اللي غلط اللي بيغلط فيها اللي ما بعرفها بيظلي طول بقت اللي هي الexpert اللي تتعلم منها خلال البراكتس تاعته respect for patient colleague and student تكون محترم مع المرضى مع زملاء ومع الطلاب مثلا الدكاثر اللي بيدرسوا فإلم يكون محترم مع الجميع keep professional confidentiality حكينا يحاوض على سرية المعلومات self-accountability for own behavior يعني بيكون عنده زي بيراجع نفسه بيشوف إذا هو هالأشي اللي عملها صح أو هاي غلط self-motivation expect reward from God not to people يعني هو بيحتسب أجره عند ربنا سبحانه وتعالى يعني شو ما كان مثلا مرات المرض بيكون سيئ تعامل سيئ فهذا الطبيب بيحكي أنا رح أعمل the best عندي بس برضو لوجه اللي تعالى إنه يحتسب أجره عند ربنا الهبقراط اللي هو قسم أبقراط بيحكي بيحكي فيه I swear by God I will use treatment to help the sick according to my ability and judgment but never with a view to injury and worrying doing اللي هي do no harm يعني بيحكي إنه هو رح يقدم the treatments للناس المريضة اللي محتاجة لها العلاج طبعا ضمن قدرته وحكمه اللي بقدر أشياء بقدر يعملها وبرضه وبرضه إنه ما يعمل أي أذى أو أي أشياء غلط للمريض بقدر يعني يعني ما بيعطي أو ما بصرف للمريض أي بوزين أي سم إنه ينهي حياة المريض ولا أصل إنه يقترح الفكرة على المريض مثلا شاف إيجا عنده مريض مثلا مكتئب وحالة وحالة إنه خذ لك 10 حبات إنه هذا الدواء بتخلط طبعا هاي أبدا إشي مش أخلاقي إنه يعمل للطبيب وبرضه هو بيقسم إنه ما يعملها Similarly I will not give to a woman a piziri to cause a portion البiziri اللي هي ما بتعمل إجهاض فهو ما بيعطي لأي نساء لأي واحدة إنه أي دواء ممكن يقليها تعمل a portion But I will keep pure and holy post my life and my art بالعكس هو بيحافظ على الحياة بقدسها من خلال علمه والأرض غالبا اللي مهنتم اللي هي life is scared يعني الحياة هي مقدسة بقدسة يعني بقدسة يعني يعني هو بأي مكان دخله أي بيت دخله هو بيدخله بهدف إنه يساعد الناس المريضة وبرضه ما يعمل أي شي غلط أو أي إذا للأشخاص وبرضه إنه ما يسي لأجساد الناس سواء رجال أو نساء حتى لو كان الموضوع بإشي متفوع مثلا حدا حكا له بتفعله مشان يعمل هاد الاشي فهو لازم يكون عنده رفض تام لهاد الاشي يعني إنه ما سمح سواء من المريض ومن نقاش مع الأطباء عن حالة معينة المخروض إنه ما يحكيها لأي حدا ما يطليحها خارج نطاق الجروب مثلا اللي كان يعرف عنها هاي الحالة حافظ عليها كأسرار مقدسة ما أنشرها لأي حدا وهي من تين بيشن كونفدنشيالي كيف أبيل المريض أني أحتم فيه أو المريض كيف أفرج أني متعاطف معه هي تنت فيسنينك حكينا عنها أني أسمع المريض أفرجي أني بيحتم فيه ومركز معها يعني بحاول أسأل المريض عن أحاسيسه شعوره وأفكاره هاي كلها اللي هي البيشن 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 اللي حكينا عنها بمحاضرة الكمنيكيشن سكيلز اللي مختصرها بالأي أو الفيلنج هاي كلها أشياء مهمة أني أسألها للمريض أو حتى أعرفها من المريض بيكينغم كوز اللي هي مريض أو حركات تعملها بتوصل لكثير شغلات وممكن تساعدني بالتشخيص للمريض بتفرجيني برضو بتفرجي المريض أنه أنا حسيت أنه أنت مثلا من كلامك مثلا أنك خايف أنا حسيت من قاعدتك أو من تعابد وجهك أنك مش مرتاح فهذا برضو بفرجي المريض أنه أنا كثير مهتم في وكثير أني فهم على درجة عم بحس بأشياء وما عم بحكيها use of our language using empathic assessment اللي هي بلغتنا العامية بإني أحكي العبارات تعاطف أهدي المريض وهيكي recognizing something is difficult if patient is obsessed or angry and seeing it from the patient perspective يعي زي ما حكينا أني بقدر أشوف أشياء ما حكي المريض مثلا هو معصيب أو مش مرتاح بعرف البرسبكتف تاعته وأسأله عنهم physical territory appropriate يعني هاي النقطة ممكن عليها عندنا بمجتمعاتنا المحافظة شوي مشاكل بس ممكن ك female doctor مع female patient ممكن مثلا أنها تقعد جنبها تهديها تمسك إيدها مثلا أن تحاول هاي كني فاهمين أن يعني وشو care empathy to patient لش أنا بفرج للمريض empathy أو لش بتعاطف مع المريض أو أني بحتم فيه كل مريض راضي عن نهاية الحبار أو نهاية الدرس يكون المريض راضي when I see المريض أنا كثير محتم فيه متعاطف معه بحتمل أدق التفاصيل فهذا بيخلي المريض يرتاح ويحكي لي معلومات أكتر وممكن هو كان خايف بالبداية يحكيها part of being human هو أساسا قبل كل شي أنا كإنسان لما أشوف حدا قدامي تعبان بحاول أني أهدي أوقف معه camp PI learned skill not a personality trait هذه الأشياء يمكن الإنسان يتعلمها مو أصلا تكون فيه صفات موجودة من الأصل كيف يمكن يكون على patient center ونركز على المريض كثير في طبيعة الغرفة و الترتيب الغرفة ترتيب الغرفة القاعدة مع المريض لا نكون أبعد عن بعض لا أقاطع المريض عندما يحكي كلام ما أشتته و الترتيب و الترتيب على المريض الترتيب الذي قلنا عنه هنا أني نكون patient center model برضو هاي بتساعدني أني يكون patient center يعني بطلب من المريض أن يسمح لي بحكي له إذا يحتاج مرافق وهيك كلها بتبين أني أنا كثير محتم بالمريض وأنا center عن المريض center هو المريض containing to work for our patient completing task and not giving up يعني أنا بعمل كل جهدي حتى أحاول أسعد المريض أعمل كل واجبات التي تتوحه YP patient center لماذا نحن نقوم patient center improve patient certification of the consultation يعني يكون مريض راضي زي ما حكينا higher patient center behavior to higher level of patient compliance with treatment لما شوف المريض سوري أنه الدكتور مهتم فيه مركز معه فشو هذا الأشي بساعد المريض أنه بحكي هذا الدكتور مهتم فيه عارفني أكيد راح يعطيني مثلا أحسن خطة للعلاج فهذا بساعد المريض أنه يلتزم أكتر بأدويته في دراسات بتحكي أنه شافت لما الدكتور يترك المريض يحكي براحتهم يعبر عن مخاوف أو أي أفكار بدون أي مقاطعة شافوا أنه ضغط المريض بيكون أقل يعني زي ما حكي إذا المريض ما نتبه على الverbal والnon verbal والكوز فممكن أشياء تغيب عن الطبيب فممكن يحتاج برضو جلسات أكتر مع المريض يعني الدكتور برضو يفهم أكتر لما يسأل المريض عن أفكار أو عن شو الأشياء بعتقد سبب له هاي الأمراض فهاي كل الأشياء ممكن تساعد للطبيب أنه يفهم المريض هاي السؤال موجود بالسلايد بحكي لأنه كيف ممكن ترتيب الغرفة أو الغرفة أخليها تكون أكتر على المريض فممكن نحكي من ناحية الخصوصية مثلا أني ما أحط أكتر المريض بالغرفة أكون عاطي لكل مريض وقته ومجار أنه يحكي براحته ما يتردد أبدا أنه يكون في حد تاني معا وبرضو ترتيب عيادة نفسها أني لا أترك مسافة كبيرة بين المريض والطبيب ما يكون بينهم حواجز كبيرة تمام وآخر أخير سأتحدث what are the traits and behavior of unprofessional doctor يعني شو الأشياء اللي بتكون عند unprofessional الأشياء المفروض نتجنب ها يكون rude and impulse اللي الدكتور يكون محرام مؤدد مع التعامل مع المرضى يكون فضل يعني ما عنده مهارات التواصل حكينا عنها بمحارات communication skills ما بيقدر يتعامل مع المرضى مهاراته سيئة ممنيح أسلوبه سيئة doesn't care about the patient not patient centered يعني ما بيهتم بالمريض يعني ما بيخلي المريض يحكي براحته ما بيهتم ل concerns تاعته لأفكاره doesn't wash his or her hand لما خاطئنا من المحارات ما بيعمل يكون عامل hand washing وهي أمور الهيجين doesn't have the knowledge and skill to carry out his job يعني ما عنده المعلومات والمهارات اللي تخلي يعمل وظيفته بأحسن طريقة doesn't examine the patient يعني ما بيعمل أصلا examination للpatient ما بفحصوه خلاص بيسمع منه أك من كلمة وخلاص انه خلاص روح ما فيك اشي ما بيعمل examination unethical and his or her conduct يعني سلوك غير أخلاقي تصرفه مش منيح مع المرضى وbreak the law يعني ما بلزنب أبدا بالقوانين ولا بإحكام الموجودة اللي حكنا عنها قبل وهيك بتكون خصص المحاضرة ويعطيكم العافية